صحوة استثنائية لملك ملاعب الغولف العالمية الأمريكي تايجر ووتس لأول مرة منذ سنة 2014 تايجر ووتس يصل الرتبة السادسة والعشرين عالمياً بعدما كان في الصف 668 مع مطلع السنة الجارية التصنيف الجديد لتايجر ووتس جاء عقب حلوله ثانياً خلف مواطنه بروكس كوبكا في البطولة السنوية لرابطة لاعب الغولف المحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية في الثاني عشر من الشهر الجاري والتي تعتبر آخر الدوارات الأربع الكبرى ولحسن حظ تايجر ووتس المتوج بأربع عشرة بطولة كبرى فصحوته في الترتيب العالمي قد تشفع له بالمشاركة في كأس رايدر التي ستستضيفها فرنسا أواخر شهر شتنبر القادم تايجر ووتس قد يكون عنصراً ضمن المنتخب الأمريكي فقط إذا نال ثقة عميد الفريق جيم فوريك أتمنى أن يتم اختياري أريد أن أكون ضمن الفريق أنا الآن نائب قائد الفريق غير المشارك في المنافسات أعلم أنني ضمن لائحة محصورة من اللاعبين المعنيين بالمشاركة في هذه المسابقة وربما قد لا أشارك انطلقت هذه السلام من نقطة البداية وقد سبق أن أخبرت العميدة جيم فوريك برغبتي في الالتحاق بالفريق المكون من 12 لاعباً مميزاً ولهذا السبب سأتدرب جيداً وغاب النجم الأمريكي تايجر ووتس عن ملاعب الغولف بسبب إصابة على مستوى الظهر خضع بسببها لأربع عمليات جراحية في ظرف ثلاثة آوام كما تعرض للاعتقال من طرف شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية في ماي من سنة 2017 بسبب استهلاكه للكحول أثناء القيادة ولم يفرج عنه إلا بعد توقيعه لتعهد بعدم تكراره لتعاطي الكحول ترجمة نانسي قنقر